إذا كنت تعانى من مشاكل في الانترنت و곡ات عارفت صراعة الانترنت الخاصة بي اش финال لي Steven هو اقتب題 بناء سرعة ثم بناء ونعود هذه الحقيقة وبالتالي من خلال هذا الاختبار سنقوم بكتشاف العيوب الخاصة بي اشترك فالنخلال الفيديو تع نقدم لكم افضل طرق والخطوات الصحيحة والفعالة باكتشاف سرعة الانترنت الخاصة بكم وتحليل خط الاشتراك الخاص بكم وهالطرق والخطوات شغالة وفعالة على جميع انواع الاشتراكات كيفما كانت نوعها سواء كان عندك اشتراك من النار الفيبر اوبتيك او الاديسيل او حتى الانترنت المتنقل فقدت تقدر تعرف سرعة الداونود و سرعة الابلود و سرعة البيان هذا الفيديو سيكون مليئ بالمعلومات التي هي مهمة او بعض النقاط ستكون اول مرة تسمعها وهي مهمة و ستنفك اكيد فحاولوا الاخوان ترميز الفيديو منه و حتى الاخرهم تزيدوا منه حتى اشتراك الاخوان لانه مهم جدا و لا تنسوا ان تضغطوا الاشتراك والاشتراك في القناة او لو كنت تبقى الان ما زل ما تشاركتش او شهبات الان اضغط على اشتراك و فعال جر الجرس بستوصل بالجديد او برداج الفيديو مع الاصدقاء ديالك بشتوما كذلك استفدو منه و نبدأ الفيديو ديالنا على بركة الله و كما شما هي الاخوان من خلال المقدمة ديالفيديو عرفتوا رشاة نهاضر اليوم في اليوم الاخوان سنقدم لكم طريقة اختبار صورة الانترنت الخاصة باشتراككم وبالتالي معرفة سرعة الصبيب الحقيقية وهذه الخطوات الاخوان هي خطوات سهلة و بسيطة يعني يمكنكم الاعتماد فقط على هاتفكم او حتى من خلال قراءة معلومات الروتر الخاصة بكم وبالتالي ستكونوا قادرين على معرفة العيوب او اكتشاف عيوب الخاصة بالاشتراك ديالكم كيفما كان نوعه وبالتالي كشف سرعتكم الحقيقية يعني هل انت تتوصل بسرعتك الحقيقية التي تؤدي عنها مبلغ معين او لا فهذا الفيديو الاخوان سيكون موجه بالدرجة الاولى للناس الممتدئة او للناس اللي ما عنداش دراية كافية على المعلومات التقنية او لبعض الاشياء التقنية فهذا الفيديو سيكون بسيط جدا جدا موجه لهذه الشريحة من المتدبين او من الناس فاول حاجة الاخوان يجب ان تعرف عليها وهي تقسيم سرعت الانترنت يعني مثل سرعت الانترنت اسم هي سرعت الانترنت سرعت الانترنت الاخوان تتنقاسم ثلاثة الاجزاء او ثلاثة الاشياء الاخوان وهي سرعت الdownload ثم سرعت الupload ثم سرعت الping وهذه ثلاثة العناصر الاخوان هو اللي كتشكل منهم سرعة الانترنت يعني لا توجد شركة او تؤدي واحد المبلغ مثلا على الشركة من النوع فابر اوبتيك بسرعة او لبصابي 20 ميجا فى 20 ميجا فقط هي سرعة الdownload وليس سرعة الupload وليس سرعة الping ولكن انت كمتجبع او انت كمستعلك لازم تعرف هذه النقاط لانها مهمة اشن هي سرعة الdownload وما هي سرعة الupload وما هو الping وفاش ممكن احتاجهم هذه نقاط اساسية لازم لكم اخوان تعرفوها كل اختصار ما هي سرعة الdownload سرعة الdownload ولمس بنشير الى سرعة التحميل هي سرعة التي نقوم من خلالها بتحميل اي من بئلة من الانترنت أو الذي تحميل فيديو او تحميل فيلم او تحميل اي ملف أي من بئلة يعني نقوم بعتماد السرعة التحميل او الاستقل evaluating مثلا اني اريد ان اسفح مواقع اي من أن Bür экسافحб اعقد ان اصح續 التواصل او اي ما يريد ان اراه في الانترنت فاقوم بالاستنوع الى الاعتماد هنا لسرعة الdownload مفهوم جميع جداً. أنا أعطيتكم مثال بسيط لكي تعرفوا فقط ما هي سورات download و كيف تخدمها السورات download مما الآن سنمر إلى سورات upload ما هي سورات upload أو سورات الرفع سورات الرفع سورات الرفع سورات اللي نقوم بخلالها برفع ملفات على الإنترنت أو مشاركة ملفات على الإنترنت أو لعمل stream، لعمل live أو لعمل رفع فيديو على اليوتيوب، أو إلى أي منصة هنا نعتمد على سورات upload يعني كان فرق ما بين سرعة الداؤلود و سرعة الابلود. كل تقسيمة من سرعة الانترنت عندها وظيفة خاصة باستخدام دياله. مفهوم؟ وما لانا اخوان سنمر الى سرعة البنك ما هي سرعة البنك؟ العديد من الاخوان لا يعرفون ما هي سرعة البنك و فى ماذا ستفيد و ما هوا دوروها. العديد من الاخوان ربما اول مرة سنوزت تسمى سرعة البنك. فقط الفئة الجامرز هوما اللي يعرفوا عشان هي موظفة ديالبنك بشكل المهم سرعة البينك باختصار و بشكل بسيط هي السرعة التي تمكنكم الاتصال بالموقع التي تريد مثلا انا اريد فتح مثلا موقع جوجل على سبيل متال او اريد فتح تطبيق يوتيوب هنا الاخوان انا ارسلوا واحد المعلومة الى سيرفر الخاص بمزود الشركة الخاص بكم مثلا انا عندي شركة اينوي او اتصال المرايب او ارانج او اي شركة كانت لحسب دولتك فانت هنا سنتصل بالسيرفر الخاص بشركة انا عن تدخل تقوم باتصال الخاص بشركة يوتيوب ثم يتقوم باستجابه سريعه بالميل الثاني او بجزء من الميل الثانية ثم يفتح لکا التطبيق يعني يمر عبر سرفرات مؤينة لكي تصل الى الموقع الذي تريد او التطبيق الذي تريد او اي شيء على الانترنت وهذه السرعة الاخوان تقاس او لا تسمى بسرعة البنك وتقاس بالميلي تانية جميل جدا حتى الان عرفنا ما هي سرعة الابلود و سرعة البنك يعني هذه النقاط مفهومة وبينة يعني المرة المقبلة ما تريد الاشتراك بالانترنت لازم نتابع لهذه المعلومات لانها تجد دور مهم في نوع الاشتراك اللي بغدير ونوع الاستخدام اللي انت بغت تعتمد عليه فهم الاخوان اذا الاخوان بعد ما عرفنا ما هي عناصر اللي كتكون منها سرعة الانترنت اللي انت نمر الى شرح خطوات اختبار سرعة الانترنت او الاختبار سرعة اشتراككم الخاص اول شيء الاخوان هو احترام بعض المعايير اللي مهمة اول نقطة اللا تتعدى المسافة بينكم وبين الروتر او لشبكة الواي فاي اكتر من ثلاثة متر يعني لازم تكون قريب من الروتر او لمصدر الواي فاي بمسافة تقريبا دل ثلاثة متر وتاني نقطة الاخوان اللا يكون معك اي شخص متصل في شبكة الواي فاي اثناء الاختبار يعني الوقت اللي انتك تختبر فيه سرعة الانترنت لازم اللا يكون اي شخص يستهلك معك الانترنت باش تقدر تاخد اختبار حقيقي والان الاخوان دعونا نبدأ بالخطوة الاولى اولا بالطريقة الاولى لاختبار صورة الانترنت والتي سنعتمد فيها فقط على الهاتف الخاص بكم بدون تعقيدات فقط هاتفكم وتطبيق سنقوم بتنصيبه هذا التطبيق الاخوان مغني عن تعريف ومعروف جدا اسمه سبيد تيست هذا التطبيق موجود ومتاح على متاجر التطبيقات مثل مسجد البلاي ستور او المجدر الاوب ستور على حسب نوع هاياتف فيها وهو ايفون او اندروايد المهم سنقوم بدخل الى مسجد التطبيقات وسنبحث على هذا التطبيق اسمه سبيد تيست واي قوته هي هادي او صورة التطبيق هي هادي من بعد الاخوان سنقوم بفتحه ونتابع الش packaging وكما تشهدون انا قمت بتنصيب ده التطبيق بشكل مسبق فسأقوم فقط بفتحه كما تشاهدون هذه هي واجهة التطبيق الإخوان وهي واجهة بسيطة وسهلة جدا يمكنكم فقط فتح التطبيق من ثم الضغط على الزر GO وسيقوم باحتزاب سرعة الانترنت لكن أنا أفضل أن تقوموا ببحث التعديلات اللي هي بسيطة جدا سأقوم بسحب الاختيار من الأسفل هكذا سأجره للفوق وللأعلى ثم سأختار نوع السيرفر أو الأقرب سيرفر الذي سيستند عليه التطبيق في الاختبار سأقوم باختيار سيرفر هكذا فالتطبيق الإخوان يظهر لي مجموعة من السيرفرات القريبة مني سأقوم باختيار أقرب سيرفر ممكن وهو الإختيار الأول بعد الأخوان سأكتفي بهذا القدر بدون إطالة وسأضغط على GO كما تشاهدون التطبيق يقوم باختبار سرعة الانترنت وهذه السرعة سرعة الداولود لدي الأخوان عندي الشرك 100 ميجا بيت والآن التطبيق يقوم باختبار سرعة الابلود بعدما ينتهي من سرعة الداولود يمر إلى سرعة الابلود بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل منك بعدما ينتهي الإخوان بالتطبيق منها الاختبار يعطيني هذه الوجهة أو لهذه النتائج الإخوان هنا يظهر لي سرعة الداولود وهي 96 ميجا بيت والسرعة الابلود الإخوان هي سرعة 91 ميجا بيت على فكرة إخوان أنا عندي اشتراك 100 ميجا بيت واشتراكي من النوع الفيبر أوبتيك أما سرعة البينج الإخوان وهي 5 ميلي سيكون المهم أن لا يتعدى رقم البينج الإخوان أكثر من عشرة فأقل من عشرة فهو مقبول وجهي جدا أكثر من عشرة وإنت عندك إشتراك في بر أوبتيك فهنا قد تكون عندك مشكلة إذا كان هذا الرقم دائم يعني فوق العشرة أو فوق الخمسة عشر إذا وصلت إلى ثلاث مرحلة من الفيديو ويعجبك الفيديو مستفد منه وتتأخذ منه واحد القيمة اللي هي مفيدة وغادي تعاونك فما تنسى ضغط على زر اللايك وكادرك الاشتراك في القناة ولكتبقى الآن مازال ما اشتركتش هبطل الآن ضغط على زر الاشتراك فعل الجرس باش توصل بالجديد وبغيرت نقول لكم الإخوان بشكل سريع وهي أن أكثر المشاهدة للقناة هي مشاهدة للأسف من ناس غير مشتركين فإذا كنت تبقى الآن ما اشتركتش هبطل الآن ضغط على زر الاشتراك فعل الجرس باش توصل بالجديد وبهذا الشركة تكون دعمت القناة ودعمت المحتوى باش نزيدهم ستمر أكثر ونكملوا الفيديو دينا على بركتين بالإضافة الإخوان إلى كل هذا هنا كميزة رائعة إضافية في التطبيق وهي رائعة ستفيدكم إذا كنتم مهتمين المشاهدة عبر الإنترنت مثلا أنت تشاهد عبر النتفليكس أو اليوتيوب أو شيء ما فهذا التطبيق سيتيح لك الجودة الممكنة التي يدعمها اشتركك فباختصار الإخوان بدون إطالة سأقوم فقط بالضغط على الزر فيديو أو لأيقونة فيديو من الأسفل مباشرة التطبيق يدخلك على الإختبار هنا التطبيق سيقوم باختبار جميع الجودات المتاحة والممكنة التي سيدعمها سبيب الإنترنت عندكم سأتركه حتى ينتهي تقريبا يأخذ ما بين 5 ترتينية إلى 20 ترتينية والآن التطبيق قريب من نهاية الإختبار كما تشاهدون يعطيني الجودة القصوى التي يدعمها الإشراك الخاص بي وهي جودة 4K يمكنني المشاهدة عبر HD أو Full HD أو 4K بتبات وبدون مشاكل لأن الصرعة التي عندي هي صرعة 100 ميجا بيت وهي تدعم هذه الجودة التي يوتيحها التطبيق هذه فقط الإخوان ميزة إضافية لاختبار سرعة الاندريس من أجل المشاهدة وبعد معرفنا الخطوة الأولى أو الطريقة الأولى الآن سنمر إلى الخطوة الثانية والخطوة الثانية إخوان ممكن تكون شوية يعني معقدة أو لا فيها بعض الخطوات وهي أننا سنعتمد على الروتر الخاص بكم الإخوان وهذه الطريقة ستفيد فقط للناس لديهم سنقوم بفتح الروتر أو لفتح صفحة البيانات الخاصة بالروتر أو لروحة الإعدادات سنقوم بالبحث على صفحة اسمها static أو معلومة الخط أو معلومة الاشتراك أو لإحصائيات الإخوان لحسب نوع كل روتر الإخوان لديه طريقة خاصة أو لصفحة هذه الصفحة تكون في مكان خاص فقط يجب عليكم البحث قليلا وكما تشاهدون معي إخوان هذا مثال على خط الأديسيل سنقوم بإقراءة معلوماته سنركز فقط على ثلاثة اختيارات مهمة فيه الإختيار الأول وهو الاس ان اغ مورجن هذا الاس ان اغ مورجن هذه القيمة مسؤولة على تبات الخط والجودة الخاصة به لازم تكون في القيمة دياله أكثر من 7 أو أكثر من 8 ديزيبل مفهوموا الإخوان وهذا المثال فيه 34 وهذه القيمة جيدة جيدة جيدا هذا الخط لن يشاهد مشاكل أبدا أما الاختيار الثاني وهو الـ data rate الـ data rate يعني بها سرعة التي ستصلك حاليا أو سرعة السبيب التي ستصلك من مزود الخدمة وفي هذا المثال تصل تقريبا 6.9 ميجا يعني تقريبا 7 ميجا يعني هذا الخط الديسيل يتوصل 9 ميجا في الدونستريم أو في الدونلود و28 كيلو في الأبستريم أو في الأبلود أما الاختيار الثالث أو للقيمة الثالثة وهي max rate الـ max rate وهي سرعة التحمل القصوى التي يدعمها خطك في حالة أردت تركية اشتراكك أو لزيادة سرعة السبيب فهذا الخط يتحمل كداقة قصوى فيه أو لسرعة السبيب القصوى هي 25 ميجا يتحمل 25 ميجا في الدونلود ويتحمل تقريبا 1.5 أو 1.4 ميجا في الأبلود لأنه كما قلت لكم هذا خط الديسيل وهذه هي سرعة الاشتراك إذا أردت أن تعرفها من خلال الروجة للإخوان بالنسبة للناس اللي عندهم اشتراكات الديسيل يعني بدون الاعتماد على الخطوة الأولى وفقط بالاعتماد على الروتشار الآن الإخوان لا تريد مثلا وجدتم مشكلة في الأنترنت يعني مثلا أنت على سبيل المثال لو كان عندك اشتراك بسرعة 100 ميجا بيت مثلا ولكن أنت فقط تتوصل بـ 20 أو 30 أو 50 لا تتوصل بسرعة حقيقية والحل هنا الإخوان هو أنكم تقوموا بالتواصل مع الشركة يعني يجبوا أن تقوموا بالتواصل مع الدعم الفني الخاص بشركتكم على حسب كل شركة أو لكل دولة الإخوان لازم يكون عندهم دعم فني خاص بهم يقوم بإصلاح هذه المشاكل أو الأعطاء يعني لازم تفتحوا عندهم شكاية سواء يعني بالاتصال بهم أو لا مثلا بالتوجه إلى أقرب وكالة ثم فتح شكاية فيها ومن ثم سيواصلوا معكم سيحددون معكم موعد وسيقومون بإرسال فريق الدعم التقني الخاص بهم وسيقوم بحل المشكلة عندكم فكنتمنى تكون استفدتم من هذا الفيديو وخدت منه أكبر قدر ممكن من الإفادة فما تنساوش تغطوه على الزر لايك إذا أجبكم فيديو وكذلك الاشتراك في القناة ولو كتبقى الآن ما زل ما يشارك تيش شباب الآن ضغط على الزر 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 وفعل الجرس باش توصل بالجديد وبارطة جيد الفيديو مع الأصيقاء ديالك بشتاوم وكذلك كي يستعبدوا ونخليكم في أمن الله